موسيقى النهاردة وزي ما عودناكم دايماً على تقديم فقرات مش هتشوفوها في أي حتة تانية غير عندنا هقدم لكم لعبتي السحرية الجديدة اللي هتشوفوا فيها الراجل اللي واقف قدامكو ده وهو بيختفي من غير ما يبقى فيه أي ساتر أو حاجة واقف وراه يا صلاة النبي إيه الحلاوة دي؟ فين بقى الفقرة؟ هم؟ ما الراجل واقف قدامك أهو مختفاش ولا حاجة؟ فين السحر في كده؟ ما الفقرة كده لسه مش كاملة يا مستر عزة هفهم حضرتك قولك إيه بلا تفهمني بلا تعملني هي دي الفقرة اللي انت مصدع دماغي بيها بقى لك أسبوع متابني عاوز دحك الناس علينا؟ انت شغلتك هنا ساحر مش بهلوان دي فقرة كوميديدة دي هو واضح جداً إن حضرتك ما بتتفرجش علي سرك عالمي هههه اللعبة دي هتنقل نمرتي في حتة تانية خالص حفكرك إن الناس خرجة من السرك هنا وهي مش فاكرة غير الفاكرة دي الناس مش هتخرج من السرك غير وهي فاكرة الفضيحة فاكرة الفاكرة بتاعت الساحر ما بيعرفش يخفي حد هيقولوا البعض يلا بينا نروح السرك اللي فيه فقرة السحر ما بيعرفش يخفي هنتفضح هنتشرط في كل حد هيلسنوا علينا تعاوست جننني يا ابني؟ وواضح جداً إن حضرتك مش فاهمة فاهمك مش عيب الموضوع ببساطة كله ميكانيزم ها هنبتدي بإن إحنا هنفتح دايرة هنا قطرها حوالي متر متر ونص واللي حيبقى واقف فوقيها الراجل ده وتحته حيبقى فيه ميكانيزم أسانسير أو وينش اللي حيسحبه وينزل بيل تحت أول ما الدايرة تتفتح ونفس الميكانيزم يقوموا الناس يشهقوا من الانبهار شهقة الملوخية يعني دا تعبير مجازي بغض النظر عنه بس دا تقريباً بالزبط اللي المفروض يحصل طيب وحضرتك عامل حسابك على المصاريف العظيمة دي دي ميزانية تانية خلي بالك تكلفة الفحت والردم والشقلبة والأسانسير والوينش هتجيب من إن الكلام دا إنت هتصرف عليه ولا أنت عامل حسابك على إيه فهمني هتصرف إياه مستر عز دا كله من ميزانية السيرك وفي الأخر ما وكله مكسب للسيرك يا وديا مستثمر بقولك إيه لو أنت فييس قوي وعاوز تفيس من جيبك روح فييس أنت على الفقرة بتاعتك إنما السيرك بتاعنا مش مستعد يصرف فلوس على الهجس دا تعوزين تجننون يا جدعان دا إيه سيرك العجايب اللي أنا فيه دا واحد يقول لي عفحة وردم وميكانيزم والتانية تقول لي بودي بيكراش على طمطم هو فيك إيه دا معلش صحيح أعيش يا مستر عز وس هو بالنسبة لموضوع بودي وطمطم دا إيه بقى بودي واضح جدا أنه بيكراش على طمطم وكل الناس واخد بالها إلا هي مش عارف يلفت نظارها خالص دا إنت على علم بالموضوع طبعا كل الناس هنا في السيرك على علم يا إيه مستر عز زميلك فيه حاجة ولا؟ لا زل الميكانيزم بتاع المرارة بيتفقع معلش يا جلال ايه مش انت ايه مفيش فايدة بس هو وعد مني لما عملها في أي حتة تانية برة حابقى أخدك معايا